حاجة كده بنشتريها بالغالي وهي في الاصل بتتعمل برخص التراب وفر فلوسك وعملي حاجة نظيفة ليكي والاولادك شايفين الجمال والحلاوة النهاردة في فيديو النهاردة هنوفر وهندبر وكمان هنعمل حاجة مفيدة وصحية ليكي والاطفالك وهو ده بقى اللي هنقول عليه اختراع رياح بالك طول شهر رمضان وخزنيه علشان في رمضان تشربيه ولو انتي وصلت الحد هنا في الفيديو صلى على الرسول ويلا بنا نبدأ جبت اربع حبات من الموز بالشكل اللي انتو شايفينه ده هقشره كويس قوي وهقطعه حلقات صغيرة وينفع تستخدمي اي نوع فاكهة متوفرة عندك ممكن تفاح كيوي عينب رمان اي حاجة انا النهاردة اللي استخدمته استخدمت حبات من الموز اربع حبات او خمس حبات على حسب القلب اللي انتي هتستخدمي مستنيش على طول انقله كده في طبق تمام اهو وده حجم الموز اللي انا قطعت واجيب لمونة كاملة وابدأ اعصر عليها اللمونة علشان ما تغيرش لون والموز معايا ما يسودش تمام مؤلبهم كويس قوي 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 واركينهم على جنب وهقولك هنعمل ايه معايا هنا كاكاو ولو عندي الكاكاو خام عادي مفيش مشكلة انا هنا الكاكاو اللي معايا كان الكاكاو كرونا تمام اسمه كده اخدت منه خمس آآ معالق كبور تمام ومعايا هنا خمس او ست معالق كبور من السكر السكر الابيض العادي وكمان عليهم خمس معالق كبور من النشا ايوا بالشكل ده ومعلقتين كبور من الدقيق الدقيق العادي الابيض ومعايا معلقتين او تلات معالق من كريم شانتي تمام وهبدأ بقى اخلطهم كويس قوي 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 بالشكل ان انتم تشايفينه ده عشان كل حاجة تتجنس مع بعضها ومعايا ترك كبات من اللبن او الحليب على حسب ما انتم بتقولوا عليه اهو وهقلب بقى كويس قوي قوي برضو مع بعض احط عليه ظرفة من الفانيليا واقلبهم كويس قوي وهبدأ ان انا احطهم على البتجاز يعني كل ده انا كنت بحطه على البارد كده يعني كل ده محططوش على البتجاز ابدأ بقى انا احطه على البتجاز ومع التقليب المستمر اقلبه كويس قوي لحد ما كل حاجة تسيح مع بعض وتبدأ ان هي تتقل بسيط واول ما حاس ان هي تتقل بسيط وتطلع فقاقية كده تبقى كده استوت معايا النشا وكل حاجة فيها تمام النقطة دي اختياري اي نوع شوكولاتة عندك ممكن شوكولاتة خام اي نوع شوكولاتة انا النهاردة استخدمت شوكولاتة جلاكسي وحطيت منها آآ شريط بس كده تمام وبعدين اقلبهم كويس قوي واجيب معلقتين من الزيت معلقتين كبار من الزيت وقلبهم كويس قوي الزيت ده بيدي لمعة وكمان بيخلي الخليط معايا كريمي تمام وقلبته كويس قوي هجيب القلب بتاعنا واحط فيه كيس بلاستيك عادي فتحته نصتين ودهت ان انا قرصت بقى آآ الموز معايا طبعا لو انت حابة تحطي اي فاكهة تانية وحطيها مفيش مشكلة تمام بدون بقى مدهن الكيس زيت ولا اي حاجة خالص وهنا طبعا بعد مرصيت الموز في القلب ابدأ بقى اجيب الخليط وانزل بيه كده قلبه تقليبها حلوة كده وانزل بيه على الموز او اي نوع فاكهة انت هتحطيه تمام اهو ما شاء الله القوم كريمي وتمامه زي الفل ابدأ بقى اغبطه خبطتين كده على الكونتر او على الخشبة علشان لو فيه فراغات من جوه تبدأ ان هي تتعمل تتشيل خالص اجيب بقى الكيس البلاستيك وابدأ ان انا اعمله كده اغطيه كويس قوي عشان ما اعملش طبقه واشرم على الوش تمام هبدأ بقى اسيبه يهده شوية وابدأ ان انا ادخله الفريزر على طول انا هنا بقى صبيت البقيين في قلب طبق ومشاكدر اقول لكم بقى ان طعمه خطير يعني طعمه كده خطير بدون اي حاجة طعمه كاني بتاكلي دانت بالشوكولاتة او مهلبية خفيفة قوي بالشوكولاتة بجد طعمها خطير الاطفال هيحبوها وهيعشقوها جدا ولو انت وصلش لحد هنا صلى على الرسول ويلا بنا نشوف لما خرج من الفريزر عمل ايه جبت القلب كده بعد ما حطيته في الفريزر ودأت ان انا اطلعه بالشكل ده علشان يطلع معي زي الوتش اللي احنا بنشتريه بالزبط وشايفين بقى الجمال والحلاوة رائع وطعمه خطير لو انت ما جربتهوش لازم تقومي بعد الفيديو ده تقومي تجربيه هيعجبك جدا 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 ولو عندك ديوف هيشرفك قوي قوي قدام ديوفك اطفالك وانت هتحبيه وهتعشق ايه مش هيبطلوا يطلبوه منك ادمان فعلا بصوا هجيب بقى سكينة كده وابدأ ان انا اقطع قطعة قطعة علحسب اللي انت هتقدميه علحسب ما انتو هتكلوه تمام؟ جبت طبق كده وقطعت وشايفين بقى يعني التقطيع حلوة جدا جدا الموز مع اللمون ميدي مزازة الشوكولاتة في الموز طعمها خطير يعني وصفة النهاردة حلوة جدا 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 ارجع بقى واقولكو ان دي حاجات احسن ومضمونة وانضيفة احلى وانضف مليون مرة من الجهز ما فيش واجه مقارنة ما بين الجاهز وما بين الحاجة بتاعت البيت بتعمليها حاجات طبعية وكمان بتعمليها صحية لاطفالك كمان بتعمليها بشكل وطعم وكل حاجة جودة حلوة جدا جدا واكتر من كل ده ان انت ضمنها يعني دي احسن من اي حاجة ان انت ضمنها ولو انت وصلت الحد هنا في الفيديو صلى على الرسول وده كان الفيديو معي النهاردة قبل ما اختم معيكو لايك وشير وتعوا بالخير وما تنسوش تعملوا لايكات كتيرة قوي ومشاركات عشان غيركم يستفاد وان شاء الله تجربوه تقولي اللي رأيكم في الكومنت او التعليقات واللي جروا يقولي برضو في التعليقات اسوف اشتكم بخير باي باي